تالفه وشنو توجدي القوتة ديال هاد العشية جبتليك الحل جبتليك بريوش سائل ساهل ماهل مافيه لتمارة لمكوينت معقدة معلك غير تنوضي توجدي واتحيدي العقز عليك وما تنسيش تفعلي مع اختك شوية شجعي اختك خليلها واحد لايك واشتعارف الفيديو واشعجبك وشي كلمة طيبة واشتاركي في القناة مرحبا بيك في العائلة ديانا يلاو مشو نشوفوا المقادر وطريقة التحضير ووجده معاشي في انجل ديال قهوة يا سلام خوضوا لي واحد الاناء الحبيبات غدي تعبروا بكاس نتاع الشاي ولا الكاس اللي بغيتون تومة ديروا كاس نتاع المادافي وزيدوا عليه كاس نتاع الحليب دافي وغادي نضيف عليها ربع كاس نتاع الزيت ربع كاس يعني النص ديان النص هاكا كنضيفها علي هنا الحبيبات غادي نشدوا بيضا غادي نضيروا غير بايات وذك السافر غادي نخليه مدهنو به ما نكترش عليكم سافي لك سافرد نخليه حتى الاخير وباش ننسمو عندك القشرة ديال الحامض قشرة نتاع البورتو قال لي حب الخاطر انا درت هنا القشرة ديال الحامض حكيتها في الحكاكة رقيقة وزيدت واحد صاشي نتاع الفاني اللي ممكن تعوضيه بفانيليا السائلة ما ننسويش واحد الرشاق خفيفة ديال الملحة وبالنسبة للسكر حبيباتي غادي نحتاجو لتلت معالق كبيرة ديال السكر اكيد كما مولفاكم غادي نخليلكم المقادر في صندق الوصف هاكا تسجلوها بكل سهولة غادي نضيف كذلك ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية و غادي نخلط هاد المكونات بالفوي كيما قلت لكم هاد البريوش ما تحتاجو لدلكو بيديكم لوالو كل شي تخلطوه بالفوي من اللي خلطوه غادي نبدي نضيف الدقيق تدريجيا بالنسبة للدقيق حبيباتي كما مولفا نعبر لكم انا اخدالي 450 جرام ديال الدقيق اللي هي ربعة ديال كيسان انص و كذلك ضفت ساشينتع خميرة ديال الحلويات سبعة جرام كتبدي و تضيفو دقيق تدريجيا شوية بشوية و يعني و خلطيكم 450 جرام مديوهاش في مرة واحدة شوية بشوية و انتم ما كتدخلو في ديك الفارينة ديالكم وتكون مغربة بلا ما نوصيكم القوام ديال هاد البريوش كيكون تقيل اللي كيكا كيكون شكيمة الكيكا كيكون تقيل عليها و كتكون يعني عجينة خفيفة شو غادي تشوفو معايا القوام اللي كنوصلو ليه نزيد شوية فارينة صافي هدا هو القوام اللي غادي يكون تقيل علي الكيكا في الاخير كنضيفو معلقة ديال الزبدة اللي تكون في حرارة المطبخ و كندخلوها بهاد الشكل هذا صافي اين فو تدخلو هاديك الزبدة كتحيدو الفوية ديالكم على الاينة و كتغطيوه و كتخليوه حتى تخمر العجينة يضاعف الحجم ديالها صافي ماشتو مادرنا لا يدينا فيه لاتشي حالا هنا نخليوه يخمر كتشدو الطاوى اللي غادي تطيبو فيها البريوش انا استعملت الطاجين ممكن تدري اي طاوى عندك اي طاوى عندك اي طاوى عندك ممكن مربعة مستطيلة اللي يحب الخاطر العجينة ديالي خمرت دهنت انا يا دك الطاجين بالزبدة بهاد الشكل ولا دهنيه بالزيت ديما تفزقو يديكم بالزيت باش غادي تخدمو باش مكتلقاش العجينة كتلسق شديت نصف الكيمياء ديال العجينة اللي عندي و سرحتها كطبقة اولى بهاد الشكل هذا قلت لكم ديروا الزيت كتعاون و كتقرصي بكل سهولة ما تقدروا تعمروا باش محب الخاطر انا كانت عندي شوية شوية شوكولات ديال الدهم كمقالغة شوية درتها هاكا قع عمرت بها كاراكو تشوفو تقدري تدري شوية كونفيتور تقدري تدري كريم بغتيسير اي حاجة تقدري تعمري بها هنا كماشتوا سرحت هاديك شوكولات و كان عندي شوية انتع الزبيب او العينة بالمجفف و شديتوا عود ثاني و غسلتوا مزيان و مبعد رشيتوا من فوق هاديك شوكولات ديال الدهن بهاد الشكل هذا و انتو معنكم الاختيار تقدروا الى عندكم مكسارات هاكا تهرمشوهم و تديروهم اللي درتوه يجيزوين و غادي تشدوا عود ثاني تدهنوا يديكم بالزيت وتشدوا العجينة اللي بقاتلكم و تخويوها في الواسط بها الطريقة هادي تخويوها كاملة في الواسط بهاد الشكل و ديما ندهنو يدينا و كتقوا و تسرحوها هاكا تغطيو بها قاديك شوكولات و ها سهلا بناتشوفوا معايا الطريقة يكا تبدو في اللابات هاكا و صافي كتتسرح معاكم ديما دهنو يديكم بزويتا و قرصوها مزيان قدوها بهاد الشكل هذا سوف نحبيبات هنا باش غادي نحتاجو ندهنوها ديك سافار بايدة اللي كنا خلينا في الاول كنضيفو لها غي شوية حليب باش كتولي خفيفة نخلطوها هاكا بواحد الفرشيطة و مبعد كندهنو الوجه ديالها من كتخمر يعني كنخليوها هاكا في الطاجين غي واحد خمسة دقائق كتلقوها شوية طلعت سوف ينفوها شوية طلعت كدهنوها هاكا انا كنفضل ندهن بيدي باش نتأكد انا كل شي وصل له البيت و هناك تتراسيوها اما تتراسيوها بسكين ولا غي بيديكم باش هاكا في مفران ما تجيكمش من فوخة تجيكم السطح ديالها هاكا يعني يجي مسقد ما يجيش من فوخ انا تراسيتها غي بيديرتها على شكل متلاتات دخلتها الفرن ساخين على نار متوسطة تتحمرت مع الجناب يعني طابت و طلعت و مبعد شعلت من الفوق و حمرتها هنا الحبيبات قلبتها كي ماشتو مكتلسخ قد جي محمرة و طيبة على حقها و طريقها و مبعد قلبتها رديتها في الطبسي تقدروا البنات تزينوها باش ما بغيتو تدهنوها بكم فيتور بأسيلة و ترشو مكسارة ولا اللي حب الخاطر انا خليتها هاكا عادية لقاش ديجراني مع مرها من الداخل مبغيتش ندير شي حاجة لكم يعني اللي معقدة سافة البنات و كتقدموها كتخليوها تدفى تقدروا تقدموها تدافية و تقدموها و جدي معها شي شي بلاطو ديال القهوة يا سلام و لاشي بريد منعنع ديال اتاي و قدميها كتجي كتهب الخفيفة كتدف الفم كتجي بحوشوة اه اشتي كتجي لديدة كتعجب حتى الوليدات فنا متأكدة يلا جربتوها غادي يعجبكم ماتخنساوش تخليو لي لايكاتكم نعرف الفيديو عجبكم شي تعليق زوين بارطة اشتركوا في القناة الى اللقاء في الوصفة القادمة ان شاء الله